سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية تنسيق الأرقام في ملف العمل. فنبدأ باختيار الخلايا التي نريد تنسيقها. ثم نضغط على مفتاح التنسيق الذي نريده من شريط أدوات التنسيق. فبالضغط على المفتاح Currency، سوف يتم إضافة علامة الدولار، دولار ساين، بجوار القيمة الموجودة في الخلية أو الخلايا المختارة. كما نلاحظ وضع الكسور العشرية على الجانب الأيمن من الخلايا. وإذا أردنا توحيد شكل الخلايا بالكسور العشرية، وإضافة علامة الفصل Thousand Separator، نختار الخلايا التي نريدها. ثم نضغط على المفتاح Coma Style من شريط أدوات التنسيق. فتظهر علامة الكسر العشري في جميع الخلايا المختارة، وتظهر علامة الفصل Thousand Separator بعد كل ثلاثة أرقام، وذلك في الأرقام التي تزيد قيمتها عن ألف. وإذا أردنا تطبيق النسبة المئوية على الأرقام الموجودة في الصفحة، نختار الخلايا التي تحتوي على الأرقام التي نريدها. ثم نضغط على المفتاح Percent Style من شريط أدوات التنسيق. فيقوم البرنامج بتحويل القيمة إلى نسبة مئوية، وكما نرى أنه يتم ضرب القيمة في 100، بحيث يتم تحويل القيمة 7 إلى 700، والقيمة 7 من 10 إلى 70، والقيمة 7 من 100 إلى 7، بعد إضافة النسبة المئوية إلى القيمة. وبفتح المربع الحواري Format Cells، واختيار لوحة المتغيرات Number، سوف نجد العديد من العلامات التي يمكننا استخدامها مثل Fraction وسcientific. وبالضغط على أي من هذه الخيارات، سوف تظهر المتغيرات الخاصة به في الجانب العيمن من المربع الحواري، والآن نضغط Cancel للخروج من المربع الحواري، وباختيار خلية تحتوي على قيمة بها كسر عشري، والضغط على المفتاح Decrease Decimal مرتين، سوف يقوم البرنامج بتقريب هذه القيمة إلى أقرب عدد صحيح، حيث نلاحظ تحويل القيمة إلى القيمة 43. فعند الضغط على المفتاح في المرة الأولى، تم التقريب إلى عدد عشري واحد، وعند الضغط عليه مرة أخرى، تم التقريب إلى أقرب عدد صحيح. وبالضغط على المفتاح Increase Decimal، سوف يتم إعادة الكسر العشري مرة أخرى بنفس التسلسل السابق. ويسمح لنا برنامج Excel بتنسيق الأرقام داخل صفحة العمل، بحيث يؤدي هذا التنسيق المهام المطلوبة. ولعمل ذلك، نختار مجموعة الخلايا التي نريد تطبيق التنسيق عليها. ثم نفتح القائمة المسدلة Format ونختار Cells، أو نضغط بمفتاح الماوس الأيمن على أي من هذه الخلايا، ونختار Format Cells من القائمة المختصرة. وبالنظر إلى القائمة Category، نرى أن التنسيق الإفتراضي لخلايا هو التنسيق General، ونرى أنه لا يمكننا استخدام هذا التنسيق لعمل تنسيق خاص للخلايا المختارة. فإذا أردنا على سبيل المثال تطبيق تنسيق معين على الخلايا المختارة داخل صفحة العمل، نقوم باختيار Number من القائمة Category. فتظهر خيارات هذا التنسيق في الجزء الأيمن من المربع الحواري، حيث تسمح لنا هذه الخيارات بتحديد عدد الخانات العشرية التي يتم إظهرها أمام الرقم. وذلك عن طريق إدخال عدد الخانات العشرية الذي نريده في الخانة Decimal Places. كما يمكننا إظهار الفواصل Thousand Separator في الأرقام، وذلك باختيار Use Thousand Separator. ويظهر في الجزء Sample معينة للخيارات التي نقوم باختيارها. ومن الجزء Negative Number، نقوم باختيار التنسيق الذي نريد تطبيقه على القيام السالبة الموجودة داخل مجموعة الخلايا المختارة. ولتطبيق التنسيق الذي قمنا بأعداده، نضغط على المفتاح OK. فنلاحظ أنه تم تغيير عدد الخانات العشرية لجميع الأرقام إلى العدد الذي قمنا بتحديده. كما تظهر القيام السالبة بالتنسيق الذي قمنا باختياره.